أشارت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة على وجود الجن وأنهم مخلوقات من خلق الله سبحانه وتعالى خلقهم للعبادة كالإنس تماما قال تعالى في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وللجن عالمهم الخاص وحياتهم الخاصة ورسلهم أيضا بعث إليهم رسلا منهم كما بعث للناس رسله وأنبياءه قال تعالى في سورة الأنعام يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فالجان منذرون ومحاسبون ومسؤولون أمام الله تعالى وهم مخلوقون من نار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم وهذا الفيديو سيسلط الضوء على أعراض الجن العاشق للفتاة الجن العاشق قبل الحديث عن أعراض الجن العاشق للفتاة جدير بالذكر إن الجن العاشق هو نوع من أنواع الجان ويكاد يكون أخطر أنواع الجان على الإطلاق وهو جن يعشق الإنسان فيمسه ولهذا يكون المس بحسب جنس الإنسان الممسوس فإذا كان الممسوس رجلا فإنه يمس من جبية أنثى وإذا إناث الإنس فيمسون من رجال الجن ويكون المس بسبب بعد الإنسان عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من أذكار وأدعية ويشير أهل العلم إلى أن الجان يعيشون في الأماكن الخالية والمهجورة كالخرائب وغيرها وأنهم يكثرون في مناطق النجاسات كدورات المياه وغيرها من أماكن الخبث والخبائث لذلك أشارت السنة النبوية المباركة إلى ضرورة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند دخول مثل هذه الأماكن وتجب الإشارة إلى أن النظافة أيضا من وسائل الحماية من مس الجن فالجن يفضلون أماكن النجاسة وما شابهها كما تجب الإشارة إلى أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من الله تعالى والالتزام به من صلب الدين والعقيدة فقد قال تعالى عن رسوله الكريم في سورة النجم وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى والله سبحانه وتعالى أعلم أعراض الجن العاشق للفتاة بعد تعريف الجن العاشق وتسليط الضوء على مسألة مس الجنية العاشقة للرجل من الإنس ومس الجني العاشق للمرأة من الإنس لا بد من الإشارة إلى أن أعراض الجن العاشق للفتاة تختلف قليلاً عن أعراض الجن العاشق للرجل ويكاد هذا الاختلاف لا يذكر فأعراض الجن العاشق متشابهة في غالبها ومختلفة في بعضها من أعراض الجن العاشق للفتاة الضيق والشعور بالاكتئاب الدائم ومن أعراض الجن العاشق للفتاة هو شعور الفتاة بحالة إثارة دائمة وكثرة حالات الاحتلام تنفر الفتاة المصابة بالجن العاشق من زوجها إذا كانت متزوجة ومن أعراض الجن العاشق للفتاة أن تصد الفتاة المصابة بالمس العاشق عن ذكر الله وتدخل في حالة من الغضب والصراخ في حال تلي عليها شيء من الذكر تصاب الفتاة المصابة بالمس العاشق بالكسل والخمول والوساوس والهواجس والكوابيس المزعجة التي تطرد النوم الكوابيس الدائمة والأحلام المفزعة أعراض الجن العاشق للرجل لا تختلف أعراض الجن العاشق للرجل عن أعراض الجن العاشق للفتاة كثيرا فالخمول والصداع والصدود عن العبادات والذكر كلها أعراض مشتركة بين الجنسين وبناء على هذا يمكن تحديد أعراض المس العاشق للرجل كما يأتي الخمول والكسل وصداع دائم في الرأس ناتج عن كثرة الهلوسات والهواجس وقلة النوم نفور تام من العبادات والأذكار وابتعاد كامل عن الصلاة وغيرها من واجبات الإسلام ابتعاد عن شريك الحياة في حالات مس الجن العاشق للمتزوج من الرجال الإثارة الدائمة والاحتلام المتكرر في كل يوم شروض دائم في الذهن وحالة اكتئاب وحزن دائمة الوقاية من الجن العاشق أجمع أهل العلم على أن العلاج من الجن العاشق لا يكون إلا بالرقية الشرعية والرقية الشرعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون هذه الرقية بآيات القرآن الكريم بالأدعية الواردة في صحيح السنة النبوية الشريفة ولذلك أجمع أهل العلم على أن علاج الجن العاشق يكون بأخذ الممسوس إلى أحد الرقاة والقراءة عليه بآيات قرآنية وأذكار وأدعية صحيحة ومن الآيات والأذكار التي يستحب قراءتها ما يأتي قراءة سورة الفاتحة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قراءة آية الكرسي وهي قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قراءة آيات من سورة الأعراف قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قراءة آيات من سورة يونس قال تعالى فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون موسى موسى موسى